أهلا بكم من جديد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامبا في مقابلة نشرت مقتطفات منها إن التوسع الإسطاني الإسرائيلي ليس جيدا لعملية السلام في الشرق الأوسط وعن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قال إنه يدرس هذا الموضوع مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا ليس قرارا سهلا مشيرا إلى أنه جرى بحث هذا الموضوع منذ سنوات طويلة ولم يقدم أي شخص على اتخاذ هذا القرار وكانت إسرائيل قد صادقت على بناء أكثر من 5000 وحدة إسطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية منذ أن تولى ترامبا منصبه في العشرين من شهر يناير الماضي